يا مساء الخير يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وانتوا سعداء كل سنة جديدة وإحنا في أحسن حال وفي أفضل حال يا رب العالمين كل سنة جديدة يا رب كل أمانينا وكل أحلامنا وكل اللي بنحلم بيه يتحقق في السنة الجديدة أمين يا رب العالمين حقيقة أنا مفسوطة جدا أن أنا معاكم في أول يوم في السنة الجديدة أنا معاكم في أول يوم في عشرين أربعة وعشرين نهاية سنة وبداية سنة جديدة تماماً كل واحد بيفكر هو إيه اللي حققه في السنة اللي فاتت يعني أنا أول ما السنة كده هلت يا طرى أنا كإيمان حققت كل اللي بحلم به السنة اللي فاتت طب يا طرى كل اللي أنا قلت هعمله هل أنا عملته طب يا طرى إيه اللي تحقق وإيه اللي لسه ما تحققش طب هل أنا عملت المجهود الصح واشتغلت صحة على نفسي واكتهدت وسعيد طول السنة عشان أحقق اللي أنا كنت بأحلم به أو اللي أنا كنت هموت عليه ولا تكسلت بقى ومش مهم وقضتها نوم وقضتها أعضت فرج على الموبايل واللي ربنا رايده هيكون وعملت لك بأي حاجة هل أنا سعيد السعي اللي ربنا يشوفه ويبقى شاهد علي عشان أحقق حلمي هل أنا تعبت واكتهدت ووديت من صحتي ووديت من وقتي ووديت من كل حاجة عشان أوصل لهدفي سؤال لازم نسأله النفسنا في السنة الجديدة طيب فيه سؤال تاني أهم برضو مين الناس اللي أنا طلعت بيهم من السنة اللي فاتت ويكمل بيهم يفلطرتهم من أول السنة الجديدة مين الناس؟ مين الناس اللي همسكهم في إيدي كده وكمل بيهم في السنة الجديدة؟ مين الناس اللي وقفين في ضهري؟ مين الناس الجدعان؟ مين الناس اللي عمرهم مسبوني في الفرح أو في الشدة أو في المحن؟ لأنه مهم جدا الناس مش في الأفرح بس صحابي مش في الحاجات الحلوة والضحك بس هل الناس دي لسه معايا في السنة الجديدة؟ ولا كفاية عن الناس دي اللي أنا مش شايفة منهم أي خير؟ وبصين في حياتي وعملين ينقف على حياتي وما بيعملوا ليش أي إضافة في حياتي بل بالعكس فيه ناس كمان بيشدوك لورا وزي ما قلنا في حلقة قبل كده الصاحب ساحب يأي صحابك لفوق يأي ينزلك سابع أرض فقدرت تركز في صحابك اللي داخل بيهم السنة الجديدة؟ طيب فيه كمان شوية ناس كده بيقولوا إيه؟ يا دي كانت سنة حلوة حصلتلي فيها نقلات مهمة جدا في حياتي وفيه ناس تانية يردوا عليهم يقولك مش فارق معايا أهي سنة راحت وسنة جاية وكله شبه بعضه بقولكوا إيه؟ أنتوا فرحانين على إيه؟ ما كل الأيام زي بعضها دي ناس أصحاب الطاقة السلبية اللي إحنا بنسمعهم وبنشوف بوستاتهم طول الوقت على السوشيال ميديا إيه المهم؟ ثم المهم إن إحنا نستقبل السنة الجديدة نستقبلها إزاي؟ هلنستقبلها بحب وأمل؟ هلنستقبلها إن إحنا نفكر في الجديد والتجديد؟ وإيه الحاجات اللي المفروض أغيرها وأجددها في حياتي؟ أنت أكتر واحدة عارفة إيه اللي المفروض تجدديه أو تغيريه أو تمحيه من حياتك نهائي؟ هل محتاجة في عشرين أربعة وعشرين في أول يوم في السنة عدت مع نفسي كده كست وقلت إيه القرار اللي أنا محتاجة أغده في حياتي؟ وبقالي كم سنة مكسلة أو خايفة أخد القرار ده أو مترددة أو خايفة من عواقب القرار عارفين يعني دايماً الزون اللي هي الرمادية دي اللي هو عايزة أخد القرار عقلي بيقولي أنت صح قلبي بيقولي لأ مش دلوقتي لأ أصلاً أنت هتتوجع لأ أصلاً أنت هتتعبي فيه قرارات كتير كل يوم بناخدها بس ساعات ما بنعرفش نطبقها ما بنقدرش نطبق القرار الصح في التوقيت الصح مع السنة الجديدة مع الطاقة الجديدة لازم نستقبلها بطاقة حلوة لازم نستقبلها بحياة يعني بحياة بجد مليانة طاقة ومليانة نشاط وخلاص اللي عدى عدى واللي فات مات تعارفين دايماً لما صحابي يعودوا يكلموني في المشاكل بقول لهم إيه دايماً جملتي اللي فات مات يقولي بس سيدي أيمان أنت مش فاهمة أصلاً خسرت فلوسي كلها أصلاً عملت طب أنت دلوقتي واقف على رجليك صح يقولي صح أقوله خلاص يبقى اللي فات مات هتفضل تفكر في اللي فات هتفضل راجع لورا للماضي مش هتاخد خطوة لقدام النهار ده أنا معاكم عشان نبتدي اللي مش عارف واللي متردد واللي مش فاهم يعني إيه طاقة واللي مش فاهم يعني إيه أجدت حياتي وجدت طاقتي واستقبل السنة الجديدة بشخصية جديدة تماماً أيوة إحنا هندمر القديمة لو القديمة دي مدتناش أو موصلتن لناش موصلتنيش للهدف بتاعي أنا ما ينتلزميش السنة اللي فاتت دي اللي أنا ما عملتش فيها اللي مفوضة أعمله اللي أنا ما بزلتش فيها المجهود المفوضة بزله اللي أنا ما وصلتش فيها الحلمي طيب ما لسه طول ما ربنا مدينا عمر وطول ما ربنا مدينا صحة أنا لسه هقف على رجلي واشتغل وأوصل لحلمي هوصل يعني هوصل